صباح الخير عليكم أعزة أن المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة حلقة النهاردة هيكون معنا فيها ضيف مميز جدا وهنتكلم عن فقر عن الديكور بس قبل ما نتكلم عن ضيفنا ونرحب بيه في معنا مشكلة صغيرة كان حد طلب مننا أن احنا نوصلها للمسؤولين المشكلة بتاعتنا هي الشباب اللي بيحاول يسافر بره في الوقت يوم المفروض أنه بيروح يعمل الكشف تبع المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة فبيفاجأ أنه عنده طالع في التحليل إيجابي فيروس بي أو سي وهو ما بيكونش عنده فيروس بي أو سي هو بيكون عنده حاجة في جسمه اسمها أجسام مضادة الأجسام المضادة دي بتبين في التحليل أنه هو عنده فيروس بي أو سي معنا الاتصال أستاذ حصني عبدالهادي هيشرح لنا دلوقتي مشكلة أهلا بحضرتك أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام إزيك أستاذ أستاذ حصير حضرتك الحمد لله تمام صباح الجميل صباح النور صباح الصباح هي المشكلة عند الكثير من الشباب من الحمد اللي كان عملها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت يعني عن فيروس تي ففيروس تي نتج عنه أنه هو عمل عند الناس بعد المعالجة عملت عندهم زي حاجة اسمها أجسام مضادة مناعة فالناس دي طبعا بتطالب أن هي تعمل حاجة اسمها تحليل بي سي أر علشان يأخذوا به في وزارة الصحة والمعامل المركزية لتاعة مصر أنهم يخلوا الناس يستافر النسبة دي بتبقى طالب عندهم بي سي أر بي طالب عندهم إذا كان هو عنده سلبي أو يجامل بتبين إذا كان هو فعلا عنده يعني الفيروس فعلا ولا دي اللي هي المناعة الزايدة أو الأجسام المضادة؟ هي طبعا هو مش أو كده مش مريض بفيروس ولا حاجة هو تعالج لكن عملت له اللي هي الأجسام المضادة دي فطبعا بتطلع في التحليلات بتعمل وزارة الصحة وهو مسافر إن هي بتطلع إيجابي معها فده طبعا كل الشباب بتطالب طبعا إن هي بتطالب وأنا واحد من الشباب طبعا بطالب إن دي حاجة إن إحنا يعملونا تحليل بي سي أر علشان طبعا يطلع عندنا سلبي ما عندناش أي حاجة ونسافر وكثير من الشباب طبعا يحتاج إن هو يسافر بره علشان طبعا يدخل عمضة صعبة البلده وهو كمان يعني احتياج لأسرته وإزياد لأسرته وكل شيء يعني إحنا بنحاول وبين وصل صوت حضرتك للمسؤولين من خلالنا إن شاء الله وإذن الله يكون في رد سريع وتجاوب نتمنى أي حد يرد علينا وزارة الصحة مع وزارة الخارجية مع رئيس عبد الفتاح السيس إن إحنا يعني أعملونا أي حاجة إن إحنا طبعا إحنا مش مرضى كبد ولا مرضى أي حاجة لكن إحنا بنطالب إن إحنا زينا زي شاب بيحلم يزود من دخله وفي الخارج ويسافر ويعمل لكن طبعا جات العقبة دي اللي هي وقفت في سكتنا اللي هي الأجسام المضادة دي اللي طبعا بتظهر إيجابي في التحليلات أو معامل وزارة الصحة أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ حسني إن شاء الله صوت حضرتك يوصل للمسؤولين من خلالنا نخرج فصل ونرجع بقى نرحب بدفنا ونتكلم عن فقرة الديكور النهاردة وهتكون فكرة مميزة عشان هنعرف فيها إزاي نشطة بشاقتنا أو الوحدة بتاعتنا بأحسن وأقل الأسعار ننتظرونا بعد الفصل ورجعنا تاني بعد الفصل ومعينا مهندس الديكور مهندس محمد السيد برحب بحضرتك أهلا بيك صاحب شركة MZ للديكور والتشطيبات الهندسية الأول كلمني عن شركتك طبعا شركات الديكور دلوقتي بقت كتير جدا وخصوصا التشطيبات فأنا عايز أعرف إيه اللي بيميز شركتك؟ إحنا دلوقتي بنقدم يعني عروض تمام؟ يعني بدل لما بنقد 30% ناخد 30% من البداية تمام؟ لا إحنا بنعمل دلوقتي معاينة مجانيا أوكي وبنرفع المقاسات بتاعتنا دي أول شيء تاني شيء بنقسم الحاجات يعني المتيرة النفس وبتاع الفرش إحنا برضو بنفرش الشقة برضو تمام؟ وبنعمل عروض يعني فيه عميل دلوقتي بقول أنا معيش سيولا لأنا أشطى وبالظبط هي تلا تربع العملة دلوقتي هتلاقي عندهم المشكلة دي إنه شباب ولسه بيتجوز فهيبع عنده صعب وخصوصا التشطيب يعني التشطيب دلوقتي ما مكلف جدا تمام فبيبتدي يقول أنا أشتغل بند بند أحسن لي بند بند أنا ممكن أعمل حاجة يعني أنا عندي دلوقتي بقاطة تشطيب وعندي برضو عروض تانية تمام؟ البنود زي ما حضرته قلتي تمام يعني أول شيء السباكة والكهرباء تمام؟ وبعد كده بنبدأ برضو في الجبسون برضو ديزاين برضو يعني إحنا بنوريه يعني إيه؟ الديزاين قبل التنفيذ نفسه بيختلف إيه التشطيب السكني عن التشطيب التجاري بالنسبة للسه بقى جديد في المجال؟ يعني فيه حاجة تشطيب تجاري ده بمعناها يعني حاجة مثلا أنا لو هكلف الشقة سيه مثلا تلاتين ألف لأ أنا ممكن أنزلها خمسة في المئة برضو عشان فيه عروض كتير مع المعارض والشركات التانية برضو بتعاون معها تمام؟ والتشطيب التانية يعني الباقات الكبيرة بقى بتبدأ من عندك من ألف وتلتمائة حاجة ألفين وخمسمائة تمام؟ يعني بقى فيه كذا باقى بنحددنا إحنا برضو إيه؟ من كافة الأعمال عندنا بنبرضو لو فيه عميل عايز يشوف الموقع بتاعنا أو يشوف الخامات والمتيرة النفسه بنقدمه لأي موقع قريب منه يعني فيه موقع في أكتوبر فيه موقع عندنا في الزائزي وفيه تجمع فيه اسكندرية يعني كذا عميل بتصل بين أنا من اسكندرية دلوقتي وعايز إيه؟ هشوف شغله فيه موقع يجمعه برضو فيه العجمي وطبعاً هتظهر معنا أرقام التليفونيت على الشاشة لو حد حد يتوصل أو يعرف العنوين بتاتي المتحدة إيه دايش إحنا عندنا تلات فروعة عندنا في الزائزي ده الفرع الأول وعندنا في المعايد قدومك في المعايد وعندنا في كفر الشيخ يعني كذا كذا مكان لنا يعني بس هما تلات أماكن بس طيب بما يعني حضرتك معينا فهنا المفروض أننا استفاد منك صح؟ طيب إيه الحاجات هناخد بند بند كده وتشرح لي إيه النصائح أو الغلاطات المفروض العميل ما يقعش فيها وهو بيشطط نتجي الأول مثلا في بند السباك بند السباك يعني في ماتيران عندك فيه أنواع كتير جدا في السوق تشرت تمام معظم مقاولين بيشتغلوا بيها في درجة فيه حاجة اسمها الشريف دي أفضل نوع ايه اكي فيه عندك بي آر وفيه عندك كذا نوع اه تمام بس احنا عندنا في الشركة مميزين بإحنا بإيه بالشريف اكي وفيه عندك بي آر برضه بس شريف أغلى شوية اه طبعا اه بس احنا برضو دينا خصومات 50% يعني انت تنصح العميل لما بيجي يشتري المواسير والحاجات بتاع تصرف يجيب مركز الشريف عشان الشريف اه هو الشريف ضمان كويس وبتعيس ضمان كويس 50 سنة حلوة اه وعندي برضو السباكة والكهرباء اكي وعندي بقى فيه أنواع برضو في الجيبسون بورد تمام لا يعني ايه بقى ما تنطس بسرعة كده واحدة واحدة كده عشان ايه أنا استفقين تمام بند الكهرباء المفروض ايه النقاط الاساسية اللي رعيها وهو بيأسس مثلا بند الكهرباء فيه مثلا نستقولك اعمل حساب كشاف الطوارئ تمام انت بقى قولي النصائح لا احنا دلوقتي بنتكلم في نقطة الكهرباء ههم الشيء في الواحدة نفسها يعني احنا بنخش فيها عندك بقى ايه التاكيفات فيها معيار معيا يعني عنديك 3 ملي او 4 ملي تمام وعندك برضو البيوت النور برضو الاسبوت لاين يعني ايه السلك نفسه واحد ونص ملي تمام وعندك بقى لو حابب بقى احنا في الدزاين نفسه فيه في الارضية نفسها او البار اوكي من حد دي احنا بنقضي كلها في الكهرباء نفسها يوا وفيه انواع كتير من الكهرباء فيه عندك يعني ايه تلات درجات منه تمام يعني فيه درجة اولى وتانية وتالتة توزيع الكهرباء يعني بتنسح دايما الناس تحط طبعا كل الناس من تلقائيا بتحط فيه شجمد السرير عشان السحن والموبايل اه لا احنا فيه حاجة جديدة احنا بنقدمها يعني احنا دلوقتي بنأسس لأول تمام فيه جنب السرير بالضبط فيه شديد ممكن تقفل الاضاءة بتاعة الغرفة كلها او تمام وفي الاسبوت لاين برضو احنا بن يعني بنفيه اضاءة معينة للمكان يعني فيه يعني الموضوع بيبقى مدروس مش توزيع بس كده حطيني نقطة هنا نقطة هنا بيبقى مدروس اه مدروس طبعا اه وبتعمل طبعا حساب المساحات لان انت بيبقى معاك الديزاين انت بيبقى عمل ديزاين سريدي يعني انا باعمل سريدي ماكس طبعا تمام باخش يعني انا باخش على المحارة برفع المقسات بتاعتنا وبعد كده يعني بنقدمنا لعمل فكرة جديدة لو حابب برضو هو فيه رأي عنده احنا بنحطها بنضيفها على التصميم نفسه طيب الجيبسون بورد الوقتي اه اه معاني عرض جيبسون بورد بالمعجون بالتركيب بالتوريد 100 جنيه مثلا وفيه عرض ديني 120 فيه جيبس ابيض فيه جيبس اخضر طب انا اعرف انا محتاج ايه وازاي هو ده النوع اللي انا فعلا باستريه ولا ايه اه وفيه يعني معظم الاوات الايام دي يعني فيه ثلاثة انوايا فيه كنوف اوكي وفيه جيبورد وفيه سعودي احنا بنشتغل يعني اعتبر ايه كنوف افضل نوف السوق ده اسم اللوح الجيبسون بورد اه كنوف اوكي وعندك فيه جيبورد ده شانس احبين هائي اه ديه ده علشان الفاروة بتاعتها يعني قدام بتاعمل ايه يعني فيه رتوبة اه فيه عندك برضو جيبس احمر وفيه جيبس اخضر ديه الجيبس الاخضر ده للمطابخ عشان امتص الرطوبة والحاجات ده كلها يعني ده معمول عادي للمية اه طبعا انا معظم الاوات ممكن هشتغل الشقة كلها اخضر او تمام يعني فيه لو فيه عندك فيه سكنديرية دي برضو طبعا انا بشان مياه فيه رتوبة اساسا بعمل الشقة كلها اخضر اشان رتوبة طبعا والاسعار بتبدأ من اعجاب والاحمر ده بيبقى الايه الاحمر ده ده ضد النار الحرارة نفسها او احنا ممكن نعملها في كزا حاجة فيه مصنع بتاع احنا نعمل كل نعمل بقى الجيبس انبورد الاحمر ده بس طيب والاسعار بقى الاسعار بتبدأ من عندك من 100 ال130 يعني فيه عندك من 100 و120 و130 طيب تدريبتك جيبس انبورد لانها عاملة زي تدريبت المطابخ بالزبط وص دايما لازم يتنسب على الواحد فيه فانت قريت زي الحميل يدربها يدربها وصي فيه عندك حاجة اسمها مترو تولي المترو ده ده هو داير ما يدور الغرفة كلها يعني عندك سيه مثلا تلاتة متر يعني انا مثلا عندي الحيطة درواتي مثلا هنقول ارتفاع تلاتة في عرضة اربعة لا ما تنفعش كده دي احنا بنتكلم في السقف مش في الحقوق نفسه انا بنتكلم في السقف لو انت هتعمل بيت منور 40 صمتي دي بتقس حاجة اسمها مترو تولي يعني عندك الجنب تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة ماشي بتتضربه ايه مترو تولي لو انت حضر جدا هتعمل في لات كله تمام دي بتقس متر مربع بس لو عندي مثلا مكتبة وعايز ادربها دي مكتبة ممكن يعني مش مفروض تدرب باللوح يعني انا دلوقتي قد تستهلكت كم لوح يعني ممكن معظم الناس يعني ممكن انا طب انا عايز انا اشتغل باللوح طب انا دلوقتي ممكن الصميعي طب اول ما اول يخش مثلا ايه يغطالك نص اللوح ويرميه وكلا هم مستفاد صحة تمام لا اللوح ده ما مش بقى لكن المتر عايز المتر افضل طيب دلوقتي المفروض انا برضو عرفت انه لازم لما تيجي تخلص بادخل في حالة المعجونة وحدة ده في مادة بتتحط في الجفتنبورد اي دي بقى دي اسمه حاجة اسمها معجون تمام المعجون ده معظم الوقات فيه ناس بيتكتر تلت طبقات وفيه عندك متل وفيه عندك فايبر تمام دي افضل حاجة علشان السوق نفسها لو انت هنعمل في مكتبة في نظام شي كده دكور لازم نعمل ايه الفايبر ده علشان برضو السوق بتاعته مش تنكسر اي العفش بتاعتها بنعمل مش تتكسر مننا مين الناس اللي ساعدوك ان انت تقدر تنجح شركتك فيه ناس كتير واحد بس اللي هو في جنبي تمام ده يعني ايه نصحني وانا كان اصلا من بداية خالص قبل الكلية عندي انا كان ليه حلم الحلم بتاعي تمام لانا كانت بوف وراء وقلم وعينه عندي انا دلوقتي اول مكتبة تحته انا اصلا كنت شغال قبل كده تمام في شركة الشركة دي هي برضو ايه اسستني حاجات موين انا كان في مدينتي تمام دي مهندس اسمه سعر زولول تمام ده ربنا يبارك فيه يا رب ويدي الصحة نصحني بكم حاجة برضو يعني قال لي خلي يعني ايه عندك حلم صحة لو واحد لما بيحطه فيه حلم حيث عنه يحققوا كل الطرق وبفضل ربنا يعني حققت حاجاتي انا دلوقتي فتحت عندي ثلاث فروع تمام وكمان حاجة لسه كمان هفتح تاني ان شاء الله برضو عشان اكبر حلمي الكبير مين بتحب تشكره او توجه له الشكر اه بشكر اول حاجة والدي ربنا يشفي يا رب ووالدتي والاستاذة اسراء سيف برضو دي مدورة عمالي في الشركة فترع الزازي وعندك برضو عشان مش هنسة بس عشان ما حدش يزعى الممي احمد سيديم ومحمد ميدو وياسر واستاذ فادي برضو ناس كتير جدا معايا يعني في الشركة يعني ايه وقفين جنبي يعني طيب احنا معنا فيديوهات دلوقتي نمزج الحاجات انت قريدي عملتها تمام اوكي ممكن تشرح لنا عليها عمل تمام نشوف اول فيديو معنا او ده معنا فيديو قبل التشطيب تقريبا الشقة تمام دي قبل التشطيبات يعني دي احنا دي في اكتوبر على فكرة في ميدان الحصر تمام ده جبس من برد البداية خالص تمام دي المعجون التشيش اللي احنا كلما نتكلم فيه اوكي اوكي وبعد كده بنقسس بقى الزبوت لاين بقى والحاجات ده كلها في الجبس نفسه تمام فانت بتستلم الشقة من العميل بستلم لا انا بستلم الشقة على المحارة تمام بخش ببدي تتركه طيب نشوف بقى الفيديو بعد ما الشقة تشطبت نور كنترول احنا ممكن نكمل طيب لحد ما الكنترول يجيب الفيديو التاني تمام كلمني او فيديو التاني معي نوم حقناش ده بعد التشطبات يعني بعد بقى لما حطينا بقى الزبوت لاين والالوان والورق السريدي برضو تمام وراي الحائط عملي ولا مش عملي عملي طبعا بس فيه ناس بطول بيتقطع بعد كده لا مش كل يعني فيه فنين بيشتغلوا بيعملوا اي حياة كده خلاص يعني بيمكن يلزقوا بلزق معين تمام يعني مثلا يعني فيه عندك لاز إيطالي فيه عندك ألماني لا انا بنصح لألماني افضل الألماني ده هو بيدنه في الحائط كويس جدا فيه كطع واحدة معظم الناس برضو بتشتغل شرايا كل شريح متر لا دي بتطلع اي طفلة ممكن يشدها على طفل يشدها يطلعها فعلا طيب بالنسبة للعملي اللي حبيب يتعاقد معيك بتكون ايه شروط التعاقد او التعاقد بيتم الزي التعاقد بيكون عندنا في الشركة تمام ده عقد اسمه عقد اتفاق وطراضي بين العميل تمام بنقدم برضو ايه حاجة كويسة يعني أنا دلوقت ببينه وبين العميل في الشرط الجزائي يعني الشرط الجزائي أنا ممكن أنا أحطه في العقد 50 ألف جنيه تمام وبسلم الوحدة بتاعت برضو ايه في شهرين بالزبط أنا بدي يعني مهلة للعميل قدامي تمام معنا آخر فيديو هو احنا شايفينه تمام ده بالفرش انا كنت دي بالفرش ده ده كنت خلاص فرشت آه ده فرشت خلاص ده الموقع ده في بركة السبع في المروفية حلو جدا تنصح العميل ايه في الفرش؟ يعني اما يجي يفرش الشقة تنصحه بايه؟ أولا أنا يعني أنا اللي بحط كل اللي أمسع فيها في الدزائي النفس بحط الفرش تمام والتوزعات والحاجات دي كلها هو برضو بيبقى موجود معي باخد منه برضو أفكار بحطها في التصميم لو هو حبيب يصمم مثلا حاجة معينة وانت حاسس انها مش ليقة او حجم الفرنيتشر هيبقى كبير على المساحة اللي المفروض يتحط فيها ايه بيكون؟ لا أنا بكنعه برضو بالمساحة نفسها يعني أنا دلوقتي فيها عندك الغرفة نفسها تلاتة في اثنين أو تلاتة في تلاتة فيها عندك هو عايز يحط دولاب تمام فيه شاشة يعني مكتب وفيه شاشة أنا في نفس الوقت دي مساحة برضو للغرفة تمام وبعد كده بنتشوف الألوان تنسب مع المكان نفسه المساحة السغيرة بش بيبقى فيه إزاعيك في الألوان طبعا تبقى هادية رايحة اه هادية كده انت ما تشوفها تحس ان انت عنيك مرتاحة في شوق تدخلها تحس ان فيه زحمة حواليك في المكان لا ما هو الزحمة دي بتعمل من الألوان الزحمة وفي فرش يعني تخش كده فيه كآبة اي لا يعني فيه مكان كده برضو بالإضاءة أنا للإضاءة نفسها تمام لازم تكون هادية برضو عشان برضو أنا قاعد مش فيه توطر ولا فيه أي شيء صح لان دايما البساطة هي بتكون سر الجمال يعني كلما الحاجة كانت بسيطة وهادية كلما كانت جميلة تبقى جميلة جدا مروفشنال يعني طيب اي تاني حابب ان انت تنصح بيه اي حد حابب ان يتعامل معاك في البداية بتقوله والله انا حابب انصحك قبل ما يتم التعامل بنا بواحد اين تلات لا انا هنصحه بكلمة يعني هو قبل اي شيء لازم يشوف شغلي انا على الطبيعة تمام يعني انا دلوقتي زي ما انا قلتلك برضو انا كزا محافظة معايا مواقع فيها تب افرد اختلفته مثلا في الاسعار او في معادة تسليم لا طبعا احنا بالبداية احنا كنا بنقول في عقدة فوتراضي تمام احنا بنكتب كل شيء في العقد يعني من اول السباكة لحياة دي بابل الشقة نفسه مصفحة طبعا دلوقتي بيجي لك يا باش مهندس بقولك والله انا عايز اعمل شققتي تمام فبتقول لي سعر المتر كزا سي مثلا الف ومتين ماشي الف ومتين ده ده بيبقى شامل ايه افرد مثلا عندي حاجات قريدي جهزة مش انا ببقى محتاجة ان انت تفصص لي تقولي الف ومتين دول انت هتاخدهم ليه او لأ بصي في عندك لو انت عاملة جبس وعملة سباكة وعملة كهربا اوكي لا احنا بنخش بقى حاجة اسمها بنود تمام بنود دي بقى شاملة السراميك النقاشة الكهربا تمام ادوات الصحية برضو والترشطبات بتاعتها من اضافة بقى للتصميم تمام وبعد كده باخد التصميم سعره بيكون قد ايه لا انا بعمله مجاني يعني انا دلوقتي دخلت شقة اوكي دي بالمتر دي انا بعملها مجاني للعميل نفسه تب افرد هو اخذ التصميم وبعد كده ما اكملت لا 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 عادي يعني في حاجة نقطة انا باخدها للعميل انا دلوقتي العميل معهوش انا بشمال ده انا عشمال بي ايه تصميم حاضن من النام مفيش مشكلة تفضل التصميم حالو جدا ديه لتخيرها كده يا جميع في عملاء ممكن يعني تاخد التصميم تجيب لي ناس تانية تمام في ناس انا يعني بتتسوق بطريقة غير مباشرة يعني بتتفكر او اتزبوكس بصي انا كان في عميل عندي في زائزي تمام انا بشمال انا ما عيش ايه سيولة تمام ما عيش ايه فيه فلوس انا بعملها للفرش طيب انا حاضر اعمل لك تصميم مجاني وليك عندي بورتري وعندي جنب سري دي تمام وعندي المصنع بتاعت الجبس والنقشة دي من عندنا كدوق حيث جدا والله بعدها بالضبط جاب لي حوالي عن خمس موكة جميل اوي اي وقت ما شاء الله يعني انا ايه بحب الناس يعني ايه فيه واحد جال ممكن تقصت يعني مثلا لو حد مش عنده الامكانية انه يسدد الدفع الاخيرة مثلا مع استلام الفرنيتشر او مع استلام الشقة ممكن تقصتها على ممكن او ممكن يعني فيه مبلغ سيه مثلا خمسين الف دي بقى براحته بقى هو يعني هو لسه عريس تمام ايه اقصمد دا للتأثير لا مش اقصمد دا انا عندي معاك الاسبقى دا الشهر دا اوكي مفيش مشكلة امو معاكش خلق عادي مفيش مشكلة يعني انا برضو مريد بالظروف برضو قبل كده احاس بكل واحد يعني مريد بالظروف اه طبعا ان يكون اللي بيشتغل معاك شاب فاكيد هيقدر يفهم ظروفك وهيقدر يتعامل معاك ويطلع احسن حاجة لان هو مر بنفس الظروف وطبعا دا مثال كويس جدا ان انت تحاول تجتهد وتتعب عشان تحقق حاجة وما تقولش لأ انا سني صغير وانا مش لقي شغل ومش عارف اعمل حاجة لأ في ناس هي اجتهدت وقدرت تبخل حاجة كويسة وبقى وناموذك مشارف انا بشكركم جدا جدا واتمنى يارب اكون فتكم في الحلقة النهاردة بالمعلومات البسيطة ويكون صباحكم حلو بشكركم وبشكر ديفي واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلو